السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في الجزء الثاني من volume of cube اتمنى انه يكون الفيديو الاول فهمتو كويس وتدربنا عليه بحيث يكون الجزء الثاني ابسط علينا هنبدأ ناخد بعض الافكار في الفيديو ده اول فكرة عندي a metallic piece in the shape of a cube its dimensions 4 cm 6 9 cm its melted هنا بديلي مجسم cube board من المعدل صهرناه melted وحولناه لشكل ثاني cube هنا طالما قال لي melted يبقى volume cube board add volume في اي سؤال كما يقولك melted and converted to يبقى volume cube يبقى اول خطوة عندي هنضيب volume cube equal 4 by 6 by 9 216 cube هنا بيقولي find edge length of the cube نقوله edge length equal ممكن نعملها ممكن نعملها ب cubic root عن طريق استخدام الكالكولياتور او اكون 6 by 6 by 6 equal 216 او الطريقة الثالثة اللي هي factorizing وكده حسبنا المكتوب اللي هو عايزه edge length equal 6 cm ثاني يسأل عندي ثاني يسأل عندي امتال cube of edge length 30 cm melted وعملنا له reshape into a club الباز بتاع شكل الجديد الطول بتاعها 30 والعرب 20 عايزين اول خطوة اجيب volume of cube equal 27000 cubic cm هنا عايزين height لو فاكرين equal volume divided area volume هو نفس volume بتاع الكيوب علشان قال لي melted طالما زي ما قلنا في المثال اللي فات او ما يقول لي melted يبقى volume بتاع المجسم قديل add volume بتاع المجسم الجديد يبقى volume 27000 على area اللي هي length by width 30 by 20 equal 45 5 سنتيمتر سؤال number 3 a metallic piece of cube by edge length 6 سنتيمتر melted وحولنا le cubeoid with a square piece of side length 4 سنتيمتر find the height of the cube melted يبقى نحسب volume of cube equal equal between 16 cubic cm هنا عايز height height volume divided base area هنا base بتحت على شكل square يبقى نحسب الأول base area side length by itself square 4 by 4 equal 16 squared centimeter height equal volume divided area 216 divided 16 equal 13 point 5 centimeter سؤال number 4 a commercial shop shows a cubic case with edge length 12 centimeter it's filled with honey calculate the amount of money that person pays for buying three cases of five if one centimeter cube is sold for zero point zero five pounds هنا محل تجاربي به علب مكعبة edge length 12 centimeter مليانة عسل عايزين نحسب سعر ثلاث علب او ثلاث حفزات من العسل اول حاجة اجيب وليم الفليم أو ك إما إعاد 16 كيف إلغط 26 Dakof أي رائع كوب ؟ إعاد chemical أو الأول وأن آ scared أي كيف 17,728.500 86.4 بوينتز 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 86.4 بوينتز 259.2 بوينتز يبقى هنا جبنا حجم 1 كيس جبنا بوينتز بوينتز 5 بيستر بعد كده دربتم باي 3 عشان نديلي 3 كيس او ممكن نجيب 3 كيس على طول ادرب العددين دولة باي 3 ادرب الناتج انها المسئلة نمبر 5 مصر بطلق من طريق ملافق بالطريقة مصر بطلق منطقة منطقة 30 سنتيمتر وايضاً من كلاسة في الداخل وإذا تحسنها لفضل مصر بطلق منطقة ملافق بالطلق منطقة 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 إذا كنت عندي تحفة مصنوعة من الإزاز حطناها في مكعب الإج لنس بتاعه 30 سنتيمتر علشان نحميها من إنها تتكسر جبت مكعب أكبر الإج لنس بتاعه 36 و المساحة الفاضية The empty part between the two boxes is filled with sponge ومليتها الفراغ اللي بينهم بالسفنج Calculate the volume of sponge عايزين نحسب حجم الاسفنج علشان نحسب حجم الاسفنج علشان نحسب حجم الكيوب الكبير من بره وحسب الكيوب الصغير اللي بينهم ونعملهم مينس علشان نحسب حجم الفراغ اللي بينهم The volume of first cube equal 30 by 30 The volume of second cube equal 36 The volume of first cube equal 46 656 كيوبك سنتيمتر The volume of first cube equal 46 656 وقام الاسفنج اللي يحتاجينه 19 656 كيوبك سنتيمتر إبقى أنا لو عندي صندوقين وعايز أحسب الفراغ اللي بينهم بحسب حجم الكبير وحجم الصغير ونعملهم مينس سؤال number 6 The volume of first cube is a glass of first cube The volume of first cube is a cube It's inner edge The length is 30 cm The vessel contains amount of water If we throw a metallic piece in it Then water level raised 5 cm Because of that find the volume of a metallic piece كنا بناخد في جريد فور في الساينس نحن لو عايزين نحسب الفوليوم بتاع أستون أو أي سولد كنا بنجيب جرادويتد سيلندر ونحط فيها شوية مية ورمي فيها كتعة الأستون أو الحاجة اللي بحسبها الحجم هنلاقي حجم المية ارتفع فالجزء اللي ارتفع ده هو نفس حجم الحجم هي نفس الفكرة هنا بقول لي وعاء زجالي على شكل كيوب رميت فيه عمنة معدنية فالماية ارتفعت 5 cm يبقى الجزء اللي ارتفع ده بسبب العملة اللي هو عايزين نحسب حجم العملة يبقى نحسب حجم الجزء اللي ارتفع يبقى الفوليوم هنا كيوب تشيب يعني الباس بتاعتها لشكل سكوير السايد لانس بثيرتي يبقى ثيرتي باي ثيرتي اللي هو الجزء اللي ارتفع بسبب العملة هيكون النادج 4500 كيوبك سنتيمتر يبقى اول حاجة نحسب الاريا اللي على شكل سكوير 30 باي ثيرتي باي ثيرتي باي ثيرتي باين هندرد 500 كيوبك سنتيمتر نحبي او ايران الاي ايران فورو ايران اسم quello أمر جدا اطلاق 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 اي ايران اطلاق اي اي ازام اتجا اران تحقن اطلاق ولا يوجد اي اطلاق 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 هنا كيوب مصنوع من الجلس طول الحرف من جوه 35 سنتيمتر نريد أن نحسب طول الحرف من بره الفرق بين جوه و بره إذا طولت الجزئين قليلا سنجد الحتة نفس الكلام 35 يجب أن نجد الجزء العلمين و على الشمال الجزئين هم 0.5 و 0.5 نحن نجد الجزء العلمين 35 سنتيمتر لعلى العلمين مع سيكتشة 0.2 لحيث 1 مصنوع 36 سنتيمتر جزء العلمين جزء العلمين يا جزء العلمين 42.875 نحن نجد الجزء العلمين مصنوع فورتي سكس ساوزان سكس هندرد ففتي سكس وينه كيوبك سنتيمتر فورتي سكس هنعمل الاثنين مينوس هيكون الناتج سيد ساوزان سيد ساوزان سبار هاندرد ايتي وين كيوبك سنتيمتر هنا في المسألة دي كملة الدهالي هتفرق كتير معي في الحل بيقول it has a lead ليه غطب ايه اللي هيفرق معي لما يقولي it has a lead it has a lead يبقى ده كيوبايت كامل يبقى 36x36x36 اما وزاوة lead هينقص حتة من فوق اللي هي الصمك الاساس في height بدل من يكون 36 تبقى 35.5 نقص نص الهالف اللي نقصه ده اللي هو الغطرة بتاعه lead يبقى لو قال لي وزاوة lead هنيجى عند height ونقص منه sickness مرة واحدة هنا 36x36x36x لو فيه lead يبقى 36 لو الزاوة lead يبقى 35.5 سنتيمتر علشان يفرق بين lead و الزاوة lead هيفرق عندي في العدد التالت اللي هو height وكده خلصنا افكار درس volume of cube واذا بدكاء في درس جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة